المدنيون ضحايا للطيران الداعم لحفتر أين محل؟ فبعد سلسلة الاعتداءات الجوية على مناطق مدنية في طرابلس ومقتل وإصابة العشرات هناك ها هي قذائف الطيران الحربي والمسير الداعم لحفتر تصيب المدنيين في مدينة مصراتة في أكثر من غارة جوية وصفت بالعنيفة على منطقة رويسات وسط المدينة مركز مصرات الطبي أكد إصابة 13 مدنيا نتيجة عدوان الطائرات الأجنبية الدعمة لحفتر على المدينة نافيا ما تدولته وسائل علام تابعة لحفتر عن وجود أي قتلة كما أوضح المركز الطبي في تصريح للأحرار أن أغلب المصابين كانت إصابتهم طفيفة وغادروا إلى بيوتهم ونفت وزارة الصحة بحكومة رفاق من جهتها وجود أي قتلة أو إصابات خطيرة بين المواطنين نتيجة القصف الجوي الذي استهدف مصراتة وعن حيثيات وتفاصيل الهجوم أفاد آمير الاستخبارات العسكرية بالمنطقة الوسطى براهيم بيت المال ليبيا الأحرار بأن الهجوم الذي تعرضت له مصراتة ليلة اثنين شنته طائرتان أجنبيتان إحداهما مقاتلة والأخرى مسيرة مطمئنا جميع أهل مصراتة بأن الرد على هذا العدوان سيكون قاسيا وموجعا لحفتر كما كان قاسيا على تنظيم الدولة بسرط وفق قوله استهداف المدنيين وحفتر قصة ارتبطت بجميع العمليات التي يقودها رجل الذي لا يؤمن سوى بالكثافة النارية كما يقول من كانوا قريبين منه وكانت بنغازي ودرنا شاهدتين على سقوط عديد المدنيين خلال عملياته العسكرية للضغط على خصومه والتأثير على معنوياتهم والآن يحاول حفتر إعادة نفس النهج في طرابلس ومصراتة علّه يضعف من عزيمة المدافعين عن العاصمة ومؤيدهم لكن واقع الأرض يقول إنهم يزيدون إصرارا على ردعه ويعلنون ذلك بالفعل قبل القول في كل مرة ترجمة نانسي قنقر